جاء ضيف إلى صديق له معروف بالبخل الشديد لدرجة أنه من بخله كان يربط عينا من عينيه بمنديل رغم سلامتها وذلك حتى يوفر مجهودها مدام يرى جيدا بعين واحدة وما إن وصل هذا الضيف حتى نادى البخيل على ابنه وقال له بصوت مرتفع يا ولد عندنا ضيف عزيز على قلبي ولا أحب أحدا مثله فاذهب الآن بسرعة واشتري لنا نصف كيلو لحم من أحسن أنواع اللحم ومن عند أفضل جزار قال الابن سمعا وطاعة يا أبي يا من تكرم الضيف وتحسن للسائل والمحروم ثم غادر الابن البيت وذهب لقضاء طلب أبيه وبعد مدة طويلة عاد الولد ولم يشتري شيئا فسأله أبوه أين اللحم يا ولد قال الابن لقد ذهبت إلى الجزار وقلت له أعطنا أحسن ما عندك من لحم فقال لي سأعطيك لحما كأنه الزبت فقلت لنفسي إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا أشتري الزبت بدلا من اللحم فذهبت إلى البقال وقلت له أعطنا أحسن ما عندك من الزبت فقال لي البقال سأعطيك زبدا كأنه عسل من تمر فقلت لنفسي إذا كان الأمر كذلك فالأفضل لي أن أشتري عسلا من تمر فذهبت على الفور إلى بائع العسل وقلت له أعطنا أحسن ما عندك من العسل المأخوذ من التمر فقال لي الرجل سأعطيك عسلا كأنه الماء الصافي عندها قلت لنفسي إذا كان الأمر كذلك فالماء الصافي عندنا وبكميات لا أول لها من آخر ولهذا يا أبي عدت إليك بالنقود دون أن أشتري شيئا قال الأب وهو يبتسم فرحا يا لك من صبي ذكي ثم أخفى ابتسامته وبدلها بلمسة حزن وقال لابنه معاتباء ولكن فاتك شيء يا ولد لقد استهلكت حذائك وأنت تنتقل من دكان إلى دكان فأجاب الابن وهو يبتسم هذا لم يحدث أبي فأنا قد لبست هذا الحذاء وهو حذاء ضيفك عندما خرجت وعندها احتضن الأب ابنه فرحا مسرورا من حسن تصرفه فقال الضيف في حزن وغضب وهو ينظر إلى الولد وأبيه أما سمعتما حديث رسول الله السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد من النار لقد جئت إليك يا صديقي لأعرض عليك مشروعا كان سيأتي لك بالربح الوفير ولكن لا تستحقه فالبخل دائما يهلك صاحبه وبعد أن خرج الضيف بكى البخيل وابنه كثيرا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة